زي نظرية الريموت كنترول اللي صدعونا بيها يجيب لك منظر بورنو على التلفزيون منظر خارجة وقولك ايه عندك الريموت وطلع لك النقد الفني يا دوت اللي بينطلك في كل حتة اللي بيقعد طب لأي رقاصة ده يقولك ايه طب ما انت غير القناة اه غير القناة الناس اللي حتلفز ده لوحديها الناس اللي حتلفز انا بس انا بودح لكم اشكالية اعودوا انتوا فكروا فيها لانه موضوع يحتاج الى يعني الى نقاش ونقاش هادئ وراصين ولذيذ كده نقعد نتكلم فيه مع بعض فالنظرية الريموت كنترول دي كأنه اكتشاف عظيم في جمهورية مصر العربية اعرض يعني يعني معنا كده مستقبلا حتلاقي افلام جنسية قنوات قصد جنسية وانت في ايه دك الريموت كنترول ايه المانع يعني هنا اذا الريموت كنترول اصبح وسيلة من وسائل اباحة كل شيء محظور طالما في الريموت كنترول هذه كل القصة تمام وبناء عليه احنا ممكن نقول يلا خلي الناس تشرب حشيش في الغرز وما تدخلش يا اخي الغرز قول لي ابنك عيب يا حمادة ما تدخلش الغرز اتحشش يا حمادة يا حمادة ما تدخلشش الغرز يا حمادة وابنك ورب ابنك وده الكلام وابنك يشوف واحدة عريانة في الشارع وتقول لي ابنك عيب يا حمادة ما تبصش يا حمادة يطلع التلفزيون قول له عيب يا حمادة في ايه دك الريموت كنترول يا حمادة